اقتضت الحكمة الالهية أن يعامل الله سبحانه وتعالى عبده بما يعامل به العبد عباد الله سبحانه كلم وندام الله جل وعز وتبارك أنا عملياننا نائه كل إن قاننا فيلم وندامه أنا عملياننا وندامه ونزيبه إن عامل العبد عباد الله عز وجل بخير أنا عملياننا نواجى و الله سبحانه وتعالى طواله parlء Pie أنا عملياننا نائه ونزيبه كيبا تبينكن我也 عندوك المسلم النفرز اللون الله عكواند واتعالى وقد أنوا بأسقل ينا عكتون أحضر يعني عكتون بأسقل كربي من قربات الدنيا وقيتون اللون عز وجل وقد أنوا بأسقل ففرزه عن قربات المسلم في الدنيا قد لطفل المسلم نعمل نحب بأسقل نحب بأسقل نحب قد احشيفة ونظر منامجة أو نغل كانتπόة لقد أنوا بأسقل فإعلان الزواجب نائك ذلك يوم القيامة أتكتتوى أتكفوى كتككربة من قرب يوم القيامة لأن الله عز وجل يعامل عبده بما يعامل العبد الإنسان إن أحببت أيها المسلم أيها المسلم أكبر أن يثبت الله سبحانه وتعالى قدميك على الصراط يوم تزول الأقدام أكبر أن الله عز وجل أذبت مقو ياكو جو يا بربارة الصراط يتكايو تندق وجو يا مغونج وجهنم ندونجيا يا pekea واتو kupitia kuingia peponi فثبت حق المظلوم بس نووي نووي يومسلم إذبت حق يولي الظلمي وحاپا دنياني من مشا معا مظلوم مسلم أتكايوين يولي الظلمي وحاپا حتى يثبت له حق مpaka akenda akakikisha kwamba يولي الظلمي وحاپا يومرود ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام الله عز وجل ناية كذلك عثرة أخيك المسلم ويو ناية كذلك مسلم موندولي مساميه وتعليزي وندقياكو مسلم من أقال عثرة مسلمي يولي يوتى مباي أتكايو مساميه وتعليزي ومسلام وندقياكو أقال الله وعثرته ناية كذلك الله سبحانه وتعالى أتمساميه كتكو تليزي وكي يوم القيام لأن الله عز وجل يعاملوك بما تعاملو به الناس الله عز وجل ناعملياننا ويو كتكو تليزي وكي يوم القيام بما تعاملوك